أستاذ أميرة أيوة سلام عليكم ازيك يا دكتور عمر الحمد لله بخير والله طيب أنا هسأل حضرتك حاجة يعني أنا دايما الحمد لله كنت بقرأ قرآن كتير لكن مش حفظة فلما اشتركت وروحت حفظت لقيت أن أنا مش عارفة أخطب القرآن كل شوية أعيد وانسى فحسيت أن أنا مأثرة في ختمة القرآن فأنا عايز أسأل لازم على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ القرآن حتى لو أنا بنسى طيب أنا أجاوب على حضرتك على هذا السؤال طيب وفيه برضو حاجة يا دكتور هقولها بس طيب يعني أنا بيجي لي حال يعني حاجة كده أن بعرف الحاجة الوحشة يعني قبل ما تخطب الحلوة لا لا ما أنا عايزة الحلوة مش عايزة الوحشة ما أنا بس على حضرتك يعني أنت بتجيلك في الحاجة الحلوة بس ولا في حاجة الوحشة بس لا الحاجة الوحشة يعني إحنا كنا مسافرين وطيبين شائتي فحاجة جات لي وأنا أطمط إن شائتك بتتسرق بره دلوقتي فأنا زعلت يعني فأنا عايزة حاجة تفرحني لأن ما مش عايزة أسمع الوحشة طيب أقول لحضرتك طيب أول حاجة أستاذ أميرة لا مش واجب على كل المسلمين نموا يحفظوا القرآن بس مش معنى كده إنهم يتركوا حفظ القرآن يعني حفظ القرآن كل ما الإنسان سعى إلى حفظ القرآن كل ما كان ده أفضل لكن حفظ القرآن الذي يجب على الإنسان أن يحفظه وحفظ القرآن الذي تصحب العبادة إنه يحفظ الفتحة ويحفظ ما به يصلي فقط ده الواجب ده القدر الواجب عليه طيب هل عليه إنه يحفظ بقى القرآن كله لا طيب إذا سعى لحفظ القرآن لا كم الفضل في حفظ القرآن وكم الفضل الذي ورد في مسألة قراءة القرآن وحفظ القرآن كم مهول فلذلك إحنا صحيح مش واجب علينا إنه نحفظ القرآن لكن الحرص والسعي للحفظ حتى لو أنا هنسى ده مأجور عليه الإنسان ويحصل عليه الثواب ويحصل على الثواب بس أنت بتقولي إن أنت خايفة وكأنك أنت خايفة على نفسيتك إن أنت تحسي بهزة نفسية إن أنت تروح تحفظي وتنسي بس أنا كمان أقولك أنا هزة نفسية كمان بيحصل للناس ولذلك أنت بدل أنت مش تعبانة ومش حاسة إن أنت بتتقلمي ولا بتستمر في حفظ القرآن حتى لو بتنسي لأن في ناس كتيرة تركت حفظ القرآن وحست إن في فراغ في أجدنها وحست إن هي وكأنها بعد تعربنا مسافات فأنا بقولك لا مش واجب عليكي واستمر لي في حفظ القرآن حتى لو أنت بتنسي هو دوت اللي أنا بنصحك به مسألت بقى إن أنت بتشوف الحاجة الوحشة قبل ما تحصل ما تركزيش وعملي إيه ولما يجيلك الكلام ده حسني ظنك في الله واسبيه بعد شوية هتبصت لأ الأمور دي تلاشت إلا إذا كنت أنت معجبة بإنك أنت بتعرف الحاجة قبل ما تحصل ساعات النفس الأمورة بالسوق لأن وما أبرع نفسي إن النفس الأمورة بالسوق ساعات تحل الحكاية دي في عيننا فلا ما تركزيش لما يجيلك الحاجة السيئة دي تعملي إيه تستعيذي بأن الله من الشيطان الرجيم وتسأل الله سبحانه وتعالى التسير والسلام وإن شاء الله ربنا يكرمك ما تركزيش وتدعي الله سبحانه وتعالى إنه يديم عليك الفضل والتيسير ترجمة نانسي قنقر